أهلا بيك في خطوتك الأولى في رحلة تعلم البرمجة رحلة دي مصممة للمبتدئين من الصفر خالص اتأكد انك اشتركت في القناة علشان ما يفوتكش حاجة وكبر الشاشة بقى وديني تركيزك علشان الرحلة هتبدأ أهيت قبل ما نتكلم في برمجة مواقع أو تطبيقات انترنت محتاجين نسأل نفسنا ايه هو الانترنت ده أصلا وازاي بيشتغل تعال نشوف الناس كتير بتظن ان الانترنت ده عبارة عن سحابة كده محلقة فوق رصنا يقولك الانترنت السحابي وهكذا سحابة معقدة وصعبة اننا نفهمها بس في الحقيقة الموضوع أبسط من كده بكتير جدا الانترنت سهل وبسيط للغاية هو فقط عبارة عن سلك طويل جدا ايه ده معقول الكلام ده الانترنت سلك طويل ايوه زي ما بقولك كده السلك ده بيوصل كمبيوترات في أماكن مختلفة ببعضها يعني ممكن يكون كمبيوتر في القاهرة وكمبيوتر في بغداد متوصلين ببعض فيقدروا يتكلموا مع بعض ويتوصلوا مع بعض ويبعثوا يستقبلوا بيانات عن طريق السلك الطويل ده بعض الكمبيوترات المتصلة بالسلك دي لها وظيفة خاصة شوية مطلوب منهم انهم يبقوا فتحين 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع فاتح وجاهز لأي كمبيوتر تاني في أي مكان في العالم يجيلوا يطلب منه بيانات أو ملفات علشان يفتح موقع معين الكمبيوترات اللي من النوع ده اللي فتحة طول الوقت دي بنسميها سيرفرات أو خوادم يبقى السؤال اللي بعشرة جنيه هنا لو حد قالك ما هو السيرفر الخادم تقوله ايه تقوله هو كمبيوتر كبير متصل بالانترنت وفتح 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع مهمته انه يديني كل البيانات والملفات اللي أنا محتاجها علشان أدخل موقع معين وتفاعل معي برافو عليك بس ثواني ثواني احنا مش هنردد وخلص يعني ايه يديلك ملفات وبيانات تحتاجها علشان تدخل موقع معين هو في ملفات بحتاجها علشان افتح جوجل مثلا او افتح اي موقع العجابة اه فيه وده هنعرفه بالتفصيل للحلقة الجاية ان شاء الله علشان اقولك كيف تعمل المواقع خلف الكواليس هتحبها جدا وتفتح عينيك على دنيا لها سحر خاص بيها بس علشان ما نسبقش نفسنا خلينا في السيرفرات دلوقتي علشان ما اتهشي مني انت عرفت دلوقتي ان السيرفرات دي عبارة عن كمبيوترات دايما فتحة ووظيفتها انها تديلك كل البيانات اللي انت بتطلبها اللي هنعرفها تفصيلا الحلقة جاية ما تقلاش وفتحها طول الوقت طيب الجهاز اللي بيخدمك اسمه الخادم او السيرفر جهازك انت بقى اللي بتدخل منه الانترنت اسمه ايه؟ اسمه client يعني العميل او الزبون سواء كان جهاز كمبيوتر تليفون تابلت ايا كان الشيء اللي بتستخدمه تدخل منه الانترنت اسمه client فاذا الجهاز اللي اسمه client متوصل بسلك طويل جدا للجهاز اللي اسمه سيرفر او خادم وبياخد منه البيانات client والناحية التانية server لو لحد هنا انت فهمني فخليني اقولك انك ممكن تتخيل السيرفر ده كأنه مكتبة كبيرة فتحة طول الوقت انت من جهازك بتدخل على المكتبة دي في اي وقت تخبط وتقول لامين المكتبة انا عاوز ادخل على جوجل يا رب ابوك يا حج او عاوز ادخل على بروفايلي على الفيسبوك يقوم امين المكتبة ده مجهز لك كل الملفات اللي تخليك تعرف تفتح فيسبوك وزي ما قلتلك هتعرف الملفات دي تفصيلا في حلقة كيف تعمل مواقع الانترنت بس ثواني متعديش النقطة دي كده لو في مكتبة ضخمة بالشكل ده لدرجة انها عارفة كل موقع وكل شيء على الانترنت عندها كل الملفات امين المكتبة اللي انا بسأله ده امين المكتبة ده علشان يقوم بسرعة يدور لك على الحاجة اللي انت محتاجها في انهي رف وفي انهي حارة ويجيبها لك بسرعة علشان الموقع ما يغيبش على ما يفتح معك لو المكتبة ضخمة قوي كده هتكون مهمة الراجل ده صعبة مش كده خصوصا مش انت الوحيد اللي عاوز منه حاجة في ناس كتير زيك وقفة على باب المكتبة كل واحد عاوز حاجة غير التاني طيب ازاي بنحل المشكلة دي سؤال اللي كان سرحان ما هي المشكلة اللي احنا عاوزين نحلها اصلا المشكلة يا فاندم ان السيرفر في بيانات كل المواقع وانا عاوز موقع معين منهم ومحتاج ملفاته علشان تفتح عندي فيقوم السيرفر ده يلاقيه لي الملفات دي في لمح البصر ازاي ويجيبها لي ما هو انا خل ايدي ومش عايز انتظر هنا بقى انا مضطر اواريلك اللي بيحصل خلف الكواليس فعليا مش عن طريق تشبيه خلينا نقول ان القط ده اسمه سعيد سعيد محتاج يروح على جوجل علشان يبحث عن صور قطط فيقوم فاتح جهازه وكاتب جوجل دوت كوم اللي بيحصل بقى خلف الكواليس واللي سعيد ما عندهش دراية به ان المتصفح بتاعه جوجل كروم مثلا المتصفح ده بيقوم باعت رسالة بسرعة لمزود خدمة الانترنت في البلد بتاعته يعني سعيد لو مصري يقوم المتصفح بتاعه باعت رسالة لتي اي داتا او شركة وي مثلا ايا كانت الشركة اللي مدياله الانترنت يا سلام بقى جوجل كروم بيبعت لتي اي داتا ويقول لهم يبقى ان شاء الله الحقيقة الرسالة بيكون مختصرة جدا بتقول انا عاوز اروح لجوجل دوت كوم لو سمحت هو يعني ما ينفعش يروح لوحده لا المتصفح بتاعك بياخد الانترنت من وي مثلا فلازم يقول لوي هو عايز روح فين ووي هي اللي تبعته احنا مؤدبين على فكرة طيب برضو ثواني وي هتبعتني ازاي على جوجل دوت كوم الاجابة ولا حتى وي نفسها تعرف مين جوجل دوت كوم وي بتروح تدور على الاسم اللي انت كتبته ده في الدليل الدليل ده حاجة اسمها دي اناس سيرفر يعني ايه حنتكلم كتير عن الدي اناس سيرفر بعدين بس انت النهاردة يكفيك تعرف انه دليل يعني زي دليل التليفونات كده لو فكروا كنا بنستخدمه زي زمان كنت بتدور مثلا على واحد اسمه هاني محمد هاني فتقوم فتح الدليل على حرف اله لحد ما تلاقي هاني ممدوح هاني ماجد هاني محمد هبا اعف هنا تقول اهوت ده هاني محمد هاني رقم تليفونه كذا 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 نفس القصة هنا خدم الدليل او الدي اناس سيرفر مش شرطة تحفظ اسامي ويه بتبعت لتقوله الحقنا يا سيدي في واحد اسمه سعيد عاوز روح على مكان اسمه جوجل دات كوم ده مكتوب عندك ده يقوم خدم الدليل الدي اناس سيرفر بحث عنده على الاسم ده هب يلاقيه بس بدل ما يلاقي جنبه رقم تليفون زي هاني محمد هاني بيلاقي جنبه حاجة اسمها الائي بي ادرس او عنوان الائي بي الخاص به اي كمبيوتر متصل بالانترنت له عنوان اي بي خاص به عامل بالظبط زي عنوان البريد اللي انت بتستخدمه علشان تستقبل اي حاجة على البيت الكمبيوتر بتاعك برضو له عنوان زيك بالظبط اسمه الائي بي علشان اي كمبيوتر متصل بالانترنت يبقى له عنوانه الخاص به فنقدر نحدد موقعه بسهولة طيب قلنا ان سعيد كتب في المتصفح جوجل دات كوم ام المتصفح في لمح البصر بعت لوي عاوز روح لجوجل دات كوم الحقوني وي قالت لو استنانا لحظة شوية عم يا خادم الدليل دي انه سيرفر ملاقيش عندك ونبي حاجة اسمها جوجل دات كوم يقوم خادم الدليل بحث عنده ويلاقي الاسم ده فعلا وجنبه مكتوب عنوان الاي بي بتاعه هبه بقى هو ده كده عارفنا الموقع ده جوجل دات كوم الكمبيوتر اللي مشغله مكانه فين بالظبط على الخريطة سؤال عارفنا منين من عنوان الاي بي بتاعه لان الموقع ده محطوط على جهاز سيرفر فاتح 24 ساعة الجهاز ده السيرفر زي وزي اي جهاز تاني بالظبط عاوز برضو عنوان محدد زي عنوان البريد بتاعك الاي بي ادرس واهدينا لقينا الاي بي ادرس بتاعه وعرفنا عنوانه فين نعملي بقى يقوم خادم الدليل ده مدي العنوان اللي لقاه لوي تقوم وي واخده مرجع العنوان ده للمتصفح بتاع سعيد وتقول له روح هنا العنوان ده هتلاقي الموقع اللي انت بتدور عليه وما تنسناش من صالح دعائك هب يقوم المتصفح بتاع سعيد بادئ يحمل وفعلا سبحان الله بيلاقي جوجل فعلا لو فهمت الجزء اللي فات ده خليني اقولهو لك مرة كمان بمصطلحات تقنية جهاز الكلينت بتاعك عن طريق البراوزر بيكتب اسم موقع معين يقوم البراوزر ده باعت رسالة للاي اس بي او الانترنت سيرفز بروفايدر مزود خدمة الانترنت مش محتاجة اقولك ما تحفظش اسماء انجليزية خالص المهم بيبعت للاي اس بي او مزود خدمة الانترنت ويقوله عاوز اروح للموقع ده يقوم لاي اس بي باعت للاي اس سيرفر الدليل يقوله دور لي عليه عندك فيدور عليه عنده ويلاقي الاي بي بتاعه يقوم رجعها له ويقوم مزود الخدمة مرجعها للبراوزر يقوم البراوزر بادئ في التحميل كل ده بيحصل في خلال قد دي بقى قلت لي فلمح البصر ساعدتك بسرعة الضوء واحد يسألني هنا ويقول لي يا كابتن لطيف طب ليه اللفة الطويلة دي ماشي فهمنا ان الكلام ده بيحصل في لمح البزر وكل حاجة بس لو كلامك ده حقيقي طب ما انا ممكن اعرف عنوان الاي بي بتاع جوجل واكتبه انا وخلاص بدل ما اكتب جوجل دات كوم اكتب الاي بي انا وخلاص ويبقى وفرت على نفسي وعلى شركة وي الغالبانة البهدلة واللفة الطويلة دي هل ده ممكن اقولك برافو عليك ممكن فعلا تكتب انت عنوان الاي بي بتاع الموقع بسهولة وتروح لمباشرة سؤال ب11 جنيه هو الموقع له اي بي ازاي مش انت من الصبح بتقولنا ان الاي بي ده بيبقى عنوان الكمبيوتر دلوقتي بتقولنا انه عنوان الموقع اقولك عاش التركيز وزقفة مبسوط منك لو تفتكر قولنا من شوية ان في حاجة اسمها السيرفر ده اللي بيبقى عليه كل الملفات اللي انت عاوزها للموقع ده السيرفر ده قولنا انه عبارة عن ايه كمبيوتر هو كمبيوتر برضو كبير فتحة 24 ساعة فانا علشان اروح جوجل محتاج اروح للكمبيوتر اللي ملفات جوجل محطوطة علي او سيرفر جوجل وسيرفر جوجل بما انه كمبيوتر فهو له اي بي زي اي كمبيوتر تاني فبالتالي انت بتدور على السيرفر ده باستخدام الاي بي بتاعه وبتوصله لو انت عاوز بقى تروح مباشرة لعنوان الاي بي بتاع الموقع ادخل مثلا على الموقع ده nslookup.io وكتب اسم الموقع اللي انت عاوزه انا هوت مثلا حكتب google.com وهتكى على find dns records يعني اعثر على سجلات الدليل بتاعته يعني هتلي بقى عنوان الاي بي بتاعه كده من المكتبة عندك في الدليل اهوت لقهولي تحت اهوت ده عنوان الكمبيوتر اللي ملفات جوجل موجودة عليه اللي بيبدأ بي 142 هاخد ده copy عن طريق اني اضغط هنا لو كتبت ده في المتصفح بص رح لفين رح على google.com لاني عرفت العنوان بتاعه مباشرة بدون ما يضطر يسأل مزود خدمة الانترنت يبقى علشان الاخصلك الانترنت ما هو الا عباره عن مجموعة اسلاك بتربط كمبيوترات مختلفة ببعضها في الحقيقة هي اسلاك ربطة كمبيوترات العالم كله ببعضها بس استنى استنى الاسلاك دي هتعدي من المحيطات والانهار ازاي سؤال عبقري ده من اعظم انجازات البشر في كابلات عملاقة ما بين كل قارات العالم لو رحت على موقع زي submarinecablemap.com هتشوف كل الكابلات اللي موجودة النهارده ما بين الدول والقارات وعبر المحيطات يعني ممكن مثلا نعمل زوم على دولتك انا هعمل اهوة زوم على مصر كده وتشوف ادي كل الكابلات اللي معدية منها واللي ربطها ببقية الدول وممكن تضغط على كابل منهم وتشوف اوله فين واخره فين بص الكابل جاي منين راح فين والكابلات البحرية اللي بتربط القارات دي ضخمة وعملاقة ومكونة من مئات الالياف الضوئية اللي بتسمح لها انها تنقل حوالي 400 جيجا من البيانات كل ثانية متخيل الرقم ده مثلا قطاع عرضي اهوة من الكابلات البحرية دي حاجة فوق الخيال كل مرة انت بتفتح فيها موقع معين ولا بتضغط لايك مثلا على الفيديو ده اللي بيحصل خلف الكواليس انك بتبعت اشارة بتلف العالم كله وبتعدي من قاع البحر وتروح الدول وقارات تانية فقط كل اللي انت محتاجه عنوان الـ IP الخاص بالموقع اللي انت عاوز تروح له بتبعت اشارة حول العالم حرفيا بتمشي بسرعة الدوق علشان تضغط مثلا لايك هنا خلينا نجرب كده وضغط لايك بهزر طبعا انت دلوقتي بقيت عارف بشكل كويس اوي ازاي الانترنت بيشتغل الحلقة الجاية ان شاء الله اشرح لك خلف الكواليس ازاي مواقع الانترنت بتشتغل وايه الملفات اللي اتكلمنا عنها دي تمهيدا لانك تصبح مطور مواقع وبمحترف ان شاء الله شكرا مشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته